وعايز أشجعك عزيز المشاهد إن لما تقرأ في الرسائل الوصايا ديت ما تشوفهاش كانها حاجة عجزية أو كانها وصايا بناخدها بروح العهد القديم إنه لا تقتل لا تزني لا تعمل كده لا يبقى إيه اللي تغير يبقى يسوع كأنه يعني كأنه بيعيد اللي حصل لا ده بيقول لا 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 أنت دلوقتي فيك بقيته شركاء الطبيعة الإلهية وعشان كده بتهربوا من الفساد اللي في العالم عشان أنت عندك الإمكانيات ديت لأنه لو أنت مش شايف عندك الإمكانيات مش هتقدر مش هقدر لو الطيارة مش شايفة أن عندها جناحة وتقدر تتي مش هتفكر أنها تتير بنفس الطريقة آية تانية كده بوتروس كمان مش بس بولوس يقول في الرسالة الأولى وإصحح 14 كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهلاتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس وإن كنتم تدعون في عدد 17 دي جميلة قوي لو أنت بتدعوا أبا الذي يحكم بغير محباه فسيروا زمان غربتكم بخوف لو أنت بتدعوا فعلا لو أنت بتقول أنك ابن لله لو أنت ده أبوك فعلا يبقى النتيجة التلقائية أنك حتلاقي نفسك بتسير زمان غربتك بمخافة الله سلوكك بيختلف بسبب إدراكك لهويتك أنت مين ده نقطة خطيرة جدا بنشوفها هنا وأكمل كده برضو في عدد 22 في نفس الجزء كده طهروا نفسكم نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية هنا بقى عشان الخطايا ضد المحبة وإزاي بيحسوهم على المحبة فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة مولودين ثانية لا من زرع يفنى هنا بيقول لهم لأن انتوا فيكو الخالقة جديدة لأن انتوا مولودين من فوق في الأصل بالضبط فالنتيجة إيه؟ أنه حتطهر نفسك من ده نتيجة عايز أشجع كل شخص أنك تشوف أنه أن الشلوك في القناة في الإنجليزي بالضبط كده لأنك لأنه في اليوناني الأفعال هي واسعة جدا شيء صار وكمان مستمر أنه يصير يعني بشيء استمرار وعشان كده أنا اللي عايز أوصل أنا مش عايز أنها تكون مجرد إراية لأيات كتير بس المعنى أرجو أنه يكون وصل للمشاهد أنه كتير قوي ده المشكلة أننا بنعمل حاجات عشان نصير حاجة هي قريدي ده إحنا طبعا الموضوع مش أنك تعملها عشان تحاول توصل لها الموضوع أنك تقول له ربك كده اديني أن أنا قبل ده ده إديني الإعلان ده إديني أن أنا أشوف بعناية أنا مين في المسيح يسوع ولما أدرك ده أبتدي أعيش من خلال إدراكي لهويت هي دي الرسالة النهاردة اللي على قلبي فيه صارخة يا أخي النظار أنه كل شخص يستقبل لأنه فيه ناس حياتهم أبسايد داون متشقلبة وتعبنين في صراع في حياتهم الروحية في عذاب أنهم بيحاولوا يردوا ربنا وعارفين أنه لما بيقع سايكل أقوم أتشجع وخلاص أنا حاخد خطوة مع الرب ومش حقف الخطيئة وكده وتشجع وحضر الكنيسة وكده وشوية أضعف وأعطاني وأحس بالزنب ولا أكيد الرب مش حيبالني هو حيبالني كم مرة وعارف السايكل دي لكن السايكل دي بتتكسر أن أنا عارفت أبس ده أنا ملك ده أنا ابن لله ده أنا قديس في المسيح ده مش كبرياء أن أنا أقول قديس لأنه هو اللي عملني صار لكم قداسة بر فدا ده اللي عمله يسوع أنا بأبل يسوع عمله في حياتي فنتيجة أن السلوكي بيختلف موسيقى 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 موسيقى